هنروح بقى من الرجال للسيدات نفس الوضع عندنا السبت القادم الاهل يواجه الظهور بربع انهائي دوري سيدات لكرة طائرة طبعا الحضركم عارفين انه في التصفيات او في الدوار الترتيبية تم اختيار التمن فرق الاولى ولعبوا دور ترتيب من الاول الالتامن وبعد كده رتب من واحد الاربعة حطون في ناحية ومن خمسة التمانية حطون في ناحية وعمل قرعة قرعة من مجموعة الاول للرابع وواحد من الخامس للتامن انتلعت قرعتنا مع نادي الظهور برضو نفسي الكلام هيتلاقي باستوف تري المباراة الاولى هتكون فين هتبقى يوم السبت القادم هيبقى في الساعة اتنين الدهر وعلى صالة الشباب والرياضة طب المباراة التانية هتبقى يوم الحد على طول تاني يوم زي ما شرحت لحضركم ولو فوزنا بالماتشين برضو ع نفس الصالة لو فوزنا بالماتشين هناخد يوم راحة ونلعب التلات يبقى سبت حد ان شاء الله من روحش الماتش فيصل نفوز بالمبارايتين بعد كده نطلع قبل نهائي وبعد كده نهائي الفريد عنده الحقيقة منافسة قوية السيدات السنادي نادي الزمالك يعني عامل فرقة كويسة ودايما بيبقى مطشطنا معاها قوية والاخر مطشح نزعينها الحمد لله زم حضراتكم فاكرين وكننا فوزنا من نتيجة 3 واحد وتصدرنا الترتيب الاول فان شاء الله المباراة القادمة حتى مع نادي الزمالك هتبقى منظام بيست أوف تري فمهم جدا نبقى عندك لسكواد جاهز وانت واقف على رجلك